علق اخوان كارلوس اسوريو مدرب الزمالك على خروج فريقه من بطولة كأس ملك سلمان للاندية الابطال بعد التعادل امام النصر السعودي وقاد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي للتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس الملك سلمان للاندية على حساب الزمالك بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة قيمة مساء اليوم الخميس على استاد مدينة الملك فهد بالطائف وقال اسوريو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلا فخور بلاعبي الزمالك بعد الاداء القوي الذي قدموه امام فريق قوي بحجم النصر السعودي واضاف ايضا حاولنا ايقاف خطورة فريق النصر ونجحنا في ذلك ولم تتاح لهم العديد من الفرص الخطيرة ورفع الزمالك رصيده الى اربع نقاط لكنه يظل في المركز الثالث وارتفع رصيد النصر السعودي الى النقطة 5 ليتأهل في المركز الثاني ويلاقي الرجاء المغربي متصدر المجموعة الرابعة يوم الاحد المقبل